اشتركوا في القناة المصابين بفيروس كورونا ووزارة الصحة تؤكد أن تطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق سبعة مخابر محلية لصناعة الأدوية تبدي استعدادها لصناعة دواء كلوروكين ومخبر المستشفى الجامعي فرحة حشاد بيسو سيشرع في إجراء التحليل الخاصة بكورونا أهلا بكم متابعة للإجراءات التي تم إقرارها مؤخرا لمجابهة تفشي فيروس كورونا المستجد والنقائص التي تخللت هذه الإجراءات كانت محور اجتماع مجلس الأمن القومي بإشراف رئيس الجمهورية قيسي سعيد إجراءات اعتبرها رئيس الدولة متأخرة ولم تعد تلب بحاجيات المواطنين خاصة الفئات الفقيرة والمهمشة بالنظر إلى تطور المرحلة الوبائية على المستوى الوطني خلال اجتماع مجلس الأمن القومي أكد رئيس الجمهورية قيسي سعيد أن الإجراءات التي تم إتخاذها إجراءات متأخرة ولم تعد تستجب لمطالب المواطنين مبينا تفاهمه لبعض الاحتجاجات التي بدأت مؤخرا في بعض المدن هذا الطلب من المواطنين أن يمقثوا ببيوتهم ولكن في المقابل الذي عنده لد صغير الذي لا عنده عشاء وليه لا عنده شقعت في الدار بطبيعة الحال كانت ردود الفعل طبيعي من قبل عدد من المواطنين خاصة من الفقرة وطمأن رئيس الجمهورية الشعب التونسيين الدولة ستبذل قصار جهدها للاستجابة إلى مطالبهم سيما الأساسية في الحياة لنطمأن الشعب التونسي أننا معهم وأننا سنبذل قصار جهدنا بكل إمكانياتنا لنستجيب لمطالبهم وخاصة لمطالب الذعفاء والفقراء هناك من تذروا هم خارج الدورة الاقتصادية خارج الدورة الاقتصادية ولكن كان يعمل وأصبح ممنوع من العمل أو ممنوع من التنقل كل هذا يجب أخذه في الاعتبار لا يمكن أيضا أن تكون نحن دولة واحدة والقرارات التي تتخذ هي قرارات الدولة التونسية بقطع النظر عن مصدرها رئيس الجمهورية تحدث عن أخطاء وقعت أنه يجب الأتراف بها تتعلق بالحجر الصحي أو بعودة التونسين العالقين بالخارج بحجة عدم وجود مكان لإيوائهم لا أنكر مجهودات التي قامت بها الحكومة في العودة بالتونسين العالقين في بعض الدول ولكن هناك أخطاء وقعت لابد من تداركها لسنا هنا لتقدير الإجراءات أفضل من النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها النظر فيما يجب اتخاذه من إجراءات لابد من مراجعة طرق العمل لابد من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيصال المعونة والحاجات الحياة الأساسية لكل الناس حتى نجعل الحياة مقبولة للناس جميعا الحد الأدنى لابد أن يتوفر سعيد أكد أيضا على أهمية إعادة النظر في القانون الجزائي واعتبار من احتكر المواد الغذائية مجرم حرب وضرورة اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد هؤلاء كنت أيضا منذ قليل بعد انضاء الأمر العفو وأطلب من السيد رئيس مجلس نواب الشعب أن يتم النظر في القانون الجزائي المتعلق من قبل المجلس التشريعي بطبيعة الحال ومن الحكومة يمكن أن تكون مبادرة من الحكومة أو من رئيس الجمهورية أن من يحتكر المواد الغذائية يجب أن يعاقب كمجرم حرب لأن هناك بالنسبة إلى مادة سميد مثلا في بعض المخازن في بعض المناطق تتوفر بكثرة ولكن للأسف هناك من يتخفى وراء صفته حتى يفلت من العقاب وفيما يتعلق بالمسألة المالية أشار سعيد إلى أهمية استرجاع أموال الشعب بإبرام صلح جزائي مع المطاورتين في الفساد أموال كثيرة ولكن هناك توزيع غير عادل لها أزمة المالية أزمة نعيشها بالفعل ولكن هناك أسباب أخرى تقف وراء اختلال التوازنات المالية داخل الدولة وكان سعيد قد أوجه خلال كلمته بشكر إلى الإطار الطبي وشبه الطبي ولكل الإداريين والقوات المسلحة العسكرية والقوات الأمنية وكل الأسلق الناشطة على الجهد الذي يبذلونه في هذه الظروف وكل المتطوعين وعدد من الدول التي ساهمت بصفة تلقائية بمدية المساعدة لتونس هذا وقد قرر مجلس الأمن القومي تمديد الحجر الصحي لمدة أسبوعين ودع رئيس الدولة إلى تسريع في تطبيق الإجراءات المتخذة بأكثر دقة وتغيير طرق العمل من أجل تفادي النقائص التي تم تسجيلها وفي انتظار البلاغ المحين لوزارة الصحة حول العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في تونس يواصل المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة إلى حد الآن تجميع العينات من مختلف المخابر المرجعية لإعلان الحسيلة الرسمية لعدد المصابين وفي انتظار صدور البلاغ ارتفع عدد المصابين بهذا الفيروس في عدد من مناطق الجمهورية فيما تم تسجيل حالة شفاء جديدة بالقيروان إضافة إلى ثلاث حالات شفاء سابقة وفق وزارة الصحة كما سجلت تسع وفيات في كامل أنحاء الجمهورية إلى حد آخر بلاغ للوزارة وقد سجلت ولاية بن عروس اليوم خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في الجهة إلى أربعين حالة كما ارتفع عدد الإصابات لدى الأشخاص العائدين من الخارج والموضوعين في الحجر الصحي الإجباري بأحد النزل بشط مريم بسوسة إلى أربع إصابات بعد تسجيل إصابتين جديدتين لدى رجل وامرأة كما عرفت ولاية السفاقس ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي بالجهة إلى سبع عشرة إصابات في حين بلغ عدد الإصابات بولاية نابل عشر إصابات منها ثلاث في صفوف الإطالات الطبية وشبهة طبية وارتفع عدد المصابين في بنزرت ليصل إلى أربع عشرة حالة مؤكدة وقالت وزارة الصحة أن هذا التطور في الوضع الوبائي يؤشر على انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كأحد أهم الإجراءات الويقائية الواجب احترامها للحد من تفاشي فيروس كورونا ببلادنا دواء الكلوروكين حديث الكثيرين في تونس وخارجها اعتماده من عدمه في معالجة مصابية الكورونا كان محل متابعة ودراسة في الأوينة الأخيرة هذا الدواء طلق اليوم مستشفى عبد الرحمن نأمامي للأمراض الصدرية بأريان في اعتماده لمعالجة بعض المصابين بفيروس كورونا تداولت مؤخرا بعض وسائل الأعلام الأجنبية والمحلية أخبارا تفيد أن دواء كلوروكين له فاعلية في معالجة وباء كورونا ليتسارع إثرها المواطن دون الرجوع إلى الطبيب لاقتنائه من الصيدريات ما أدى إلى حصول اضطراب على مستوى المخزون وكذلك تأثير على بعض المرضى منهم الذين يعانون من أمراض بطنية والتهاب المفاصل على اعتبار أنه حياتي بالنسبة لهم أقبال من عند المواطنين وهذا مفهوم خصوصا بعد مخرج الأخبار أنه الكلوروكين تنجم متعاون في الشفاء من الكورونا ولكن خصوصا بعد إصدار بيانة إدارة الصيدلة والدواء والتي خاصت دواء الكلوروكين بإجراءات واضحة من ناحية الوصف من قبل الأخصائيين فإنه أصبح من غير الممكن صرف هذا الدواء إلا بوصفة طبية من عند أطباء معينين يبدو أنه في المدى القادم عنا وعود أنه الدواء هذية بش يوصل للصيدليات ونتمكنوا من أعطاءه للمرضى خصوصا المرضى المصابين بالبوليارتريتريوماتويد وبالليوبيوس دونك أحنا وزارة صحة خفنا لمعنى هالمرضى اللي عندهم التهاب المفاصل والأمراض البطنية يقارو يحب مغير دواء دونك شنو خرجنا بلايق بش نقولوا اللي دواء هذية راهو لازمو سيوغ اغدنانس كمان لغدنانس من عند أخصائي وهذا الكل اللي عمناه بش جست ما نحميوا المرضى هذهم اللي هوا ما ياخذوها على دواء وبش ما يمشيش هالمخزونة ذي اللي عند صيد لا يمشي العباد ما همش مرضى فينا الماء أذو لجة القارة لمتابعة فيروس كورونا جليلة برخليل أكدت أن استعمال دواء كلوروكين لا يكون إلا تحت الرعاية الطبية وأضافت أن التجربة انطلقت في مستشفى عبد الرحمن مامي بأريانا الكلوروكين راهي ما عندهاش لوتوريزاشون معناتها لوتوريزاشون بش نستعملوها في الكوفيد وهذاك عليش لطول استعمال متاح هيكون في إطار متاع أبحاث سريرية والأبحاث السريرية هذية ما ينجم المريض ياخذ الكلوروكين كان تحت رعاية طبية معناتها العباد اللي وقت اللي صارت الفعف عم تاع الكلوروكين ومشي وشريوا الكلوروكين من الفرماسية وخباوها عندهم ننصحهم باش ما يستعملوهاش على خاطر راهي عندها أعراض جانبية يلزم الطبيب يعرف لش كون يعطيها وثما ناس ما ينجموش يستعملوه بعض المرضى اللي هو تحت الرعاية الطبية وعندهم طوى ياخذوا في الكلوروكين في سبيتار عبد الرحمن مني وفي خطوة السباقية عبرت سبهة مخابر محلية لصناعة الأدوية عن استعدادها لصناعة دواء كلوروكين عبر تقديمها ملفات في الغرض إلى إدارة الصيدلة والدواء مخابر صناعة أدوية تونسية جايوا وقالونا اللي هو ما معناها ينجم ويصنعوا دواء هذا دونك احنا معناها في الحالة الاستعجالية حتينا اون بخوسيدور أكسليري خد كما تعرفون توما بيش نجمو الروج ودواء في السوق لزمنا نثبتو في الجودة متاعو ونعملوا التحاليل اللي زمال كلوه مهمش كلهم فرد فرد اتاد افانسما فما وحدات مقدمين أكثر من وحدات وفما وحدات جيتهم الماتيخ بخاميير فما وحدات مزيتم جيتهمش وكلهم ساعين في نفس النمط يذكر أن الصيدلية المركزية قد أمانت منذ شهر ديسمبر المنقذي مخزونا لدواء كلوروكين تحسبا لأي طار وسعيا لتوسيع نطاق التقصي والرفع في نسق التحليل المخبرية المجرات الخاصة بفيروس كورونا المستجد انضم اليوم مخبر الأحياء الدقيقة وتحليل الجرثومية بالمستشفى الجامع فرحات حشاد بسوسة إلى مختلف المخابل المرجعية المعهود إليها إجراء هذه التحليل الدقيقة وذلك بمعدل خمسين تحليلا بمعدل خمسين تحليلا ينطلق اليوم قسم مخبر الأحياء الدقيقة والتحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة في إجراء التحاليل المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد الوقت الحالة تقريب خمسين يوميا معناها من بين أربعين وستين تحليل في النهار هو بالزوز مخابر جدد لفرحات حشاد بسوسة وفاتهم بورقيبة بالمستير معناها تقسيم جديد مشيقع ونحن نحن نلبي الطلبات التي توصل لنا إجراءات صارمة اتخذتها إدارة المستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة لضمان سلامة الإطار الطبي وشبه الطبي بمخبر التحاليل الإدارة جهوية للصحة والإدارة المستشفى متاعنا وفرتنا جميع الطلبات التي تجعلنا نخدم في ظروف سلامة طيبة لجميع الإطار الطبي وشبه الطبي موجود في المخبر متاعنا خمسون تحليلا قد تصلوا وفق نسق تصعودي إلى حدود ثمانين تحليلا يوميا لتدعم بذلك الخطة الوطنية لمواجهة الكورونا يكفي فقط أن يلتزم الجميع بالحجر الصحي الشامل وحدة استشفائية خاصة بمرضى فيروس كورونا تعمل مختلف الأطراف المساهمة لينجازها في أقل وقت ممكن بطاقة استعاب تصل إلى ثلاثين مريضا سيتم الحاقها بقسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة هذه الوحدة التي جاءت ببادرة من أحد رجال الأعمال بالمنطقة ما زالت تحتاج دعما ماديا لتوفير تجهيزات أكثر تطورا على قدم وساق تتسارع الأشغال في فضاء مساحته 500 متر مربع محاذي لقسم الاستعجال بالمستشفى الجامعي سهلول بسوسة لتتشكل ملامح الوحدة الاستشفائية كوفيد-19 شيئا فشيئا مشروع هذا هي الصعوبية متاعه يعني التشلنج اللي فيه هو الوقت احنا لازمنا ان شاء الله نحققوه في مدة 15 نيو احنا قمنا بالعملية الخراسانة وعنا اللي مش كاملوا اليران بدكسي والجيس كالي تسكور وما تابعهم الجماعة موتيفي ومتحمسين خاطر عارفين انه مصلحة وطنية وسكل مجندة احنا البرح كاملنا ماضي ساعتين متعليل خذينا الترخيص من الصورات باش نجم نجوله في الولاية متاعنا خاطر الخدامة مفرقين على كامل أنحاء الولاية وفرنا الامكانيات اللازمة اللوجستيك باش نجم نحسوش نجم نقوم برديك مو وحدة كوفيد تسعة عشر تبرع احد رجال الاعمال بالجهاب انشائها لتصل طاقة استيعابها القصوى الى ثلاثين مصاب تكون من استقبال فيها ثمانية غرف متاع ازولمان متاع عزل كل غرفة احنا بش نبدأ ومخبيش عليك مريض واحد في كل غرفة لكن الغرفة تنجم اذا كان يقدر الامور تتزايد تقبل حتى ثلاثة مرضى في كل غرفة وعنا زادة غرفة كبيرة تقبل المرضى اللي حالتهم حارجة تنجم تقبل ما بين اربعة وستة مرضى بانسور مع الوكو تكنيك الديو شامبر دي جارد متاع التبة والتاقم شبه التبي ندعي رجال عمال اخرى بش يعاونونا في معناها تمكين الوحدة هذه ربيدمان بش نكون عنا المستلزمات احنا رانا بش نخدمه باللي عنه ما خبيش عليك بش نقعد ونستنى والتجهيزات بش نبدأ ونخدمه فيها بش نخدمه باللي عنه لكن ماذا بينا بش تكون الظروف ملائمة خمسة عشر يوما مدة انجاز الوحدة الصحية كوفيد تسعة عشر لينطلق استغلالها بما توفر من تجهيزات طبية على امل ان يساهم المجتمع المدني في تجهيزها وفي ذلك فليتنافس المتنافسون الصين مستعدة لتقسم خبراتها مع تونس فيما يتعلق بمكافحة فيروس كورونا المستجد وان توفر في حدود امكاناتها الوسائل المادية اللازمة لها وكل ما تحتاجهم من وسائل وقائية ومن مستلزمات استعجلية لمكافحة تفشي هذا الفيروس هذا ما اكده رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بنغ لرئيس الجمهورية قيس سعيد في رسالة خطية اليوم بحسب بلاغا لرئاسة الجمهورية كما اكد رئيس الصيني استعداد بلاده لمنح تونس تسهيلات في الدفع اذا ما رغبت في اقتناء معدات طبية لمقاومة هذا الفيروس مشددا على ان الهدف من كل ذلك هو حماية امن وصحة شعبين التونسي والصيني ومعربا عن تقدير الصين لتونس وللمجهودات التي تبذرها لمكافحة هذا الوباء اذا بعد شهر تقريبا على ظهور اول حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد في تونس الى اين يتجه مصار هذا الوباء في قادم الايام مع تكثيف قاعدة التحليل اجابة عن هذه الاسئلة وغيرها في النقل التالي يوم للأسف سجلنا اول حالة كورونا مستوردة ثبتت بالمخبر بعد الشك في حالة المريض بعد شهر تقريبا عن هذا التصريح لوزر السحة عبدالتيف المكي والذي اعلن فيه تسجيل اول حالة اصابة بفيروس كورونا المستجد تتالت الحالات وتوسعت رقعة انتشار الوباء واخذت حصيلة ضحاياه بين وفيات ومصابين تثقل مع حديث عن ذروة منتظرة في قادم الايام برشة الناس يتساعلوا على الذروة وقدش عدد المصابين في ذروة هذه الذروة من نجم وقولوا وصلنا للذروة كنك نبدأوا هابتين والنزول يبدأ على طول في مجموعة نخدموا على الموداليزاسيون ونشوفوا وقتش بش معنا ذروة اذا كان حسب تقريب يمكن توصل فان افريل دي بمي توا كيف كثفنا التحليلات والتحليلين يعملوا في الحالات اللي سوسبكت ولا مريض ولا واحد جاي من برواح عندو عراض اعنا كان عشرة في المائة معنا عشرة في المائة من اللي بدينا توا ساعة تطلع شوية وساعة تاب عشرة في المائة معناها اللي حسب ينا ما هوش متفشي برشة سوف عنا ثلاثة جهات كما يقول الانجليز هوت سبوت اللي هي تونس الكبرى عندك شوي السنتريست وعندنا الجنوب بالشرق ومع توسعي قاعدة التحليل المجرات على المصابين المحتملين بهذا الفيروس من الطبيعي جدا أن يأخذ مساره البياني منحاً التصعودية اسكو العدد اللي عندنا هو العدد الرسمي الحالة النجمة المثلوها كما الأيسبير ما تبحث اللوثة شوية قد ما يظهره لعدد الحقيقي توا ولينا في اللول ما نعملوش برشة تاستينج توا ظهر اللي بدنا نسق بداية تساعد في التاستينج وبدينا ظهره لكاة كما قدك حسب تقريب 26 حالة كل يوم ما معناه؟ معناه كيف نزيد ونكثف شوية في التحليل نجمع أن يظهر العدد أكثر لكن أنا ما نصورش ليهو أكثر برشة وتربط الأستاذ حبيبة بالرمضان إمكانية كسب الحرب ضد هذا الفيروس والخروج من المعركة بأقل الأضرار الممكنة بمدى التزام التونسيين بإجراءات الوقاية وفي المقدمة احترام قواهد الحجر الصحي العام هذه الحجر الصحي يحترموه الناس نبدأ من 20% حتى 80% 70% إذا كان المجموعة والسكان يحترموه 70% من الحجر الصحي ونزيد معاهم كل تريسينج اللوجه على الليكاء وتغم نجم ونربحه معناه نجم ونقصه من العدد 80% وحتى الأبيك يبدأ ينقص ببرشة حرب على عدو خفي بسط نفوذه على القرات ويواصل امتداده وحصته للأرواح عبر العالم السلاح المتاح لمجابهته إلى حد الآن احترام قواعد الحجر الصحي المفروض على ربع سكان العالم إذن نذكر مشاهدين الكرام أن مجلس الأمن القومي قرر تمديد الحجر الصحي لمدة أسبوعين ودعا رئيس الدولة إلى تسريع في تطبيق الإجراءات المتخذة بأكثر دقة وتغيير طرق العمل من أجل تفادي النقائص التي تم تسجيلها وشدد على وجوب تذليل كل العرقير وبذل مزيدا من الجهد لإيصال المؤونة إلى التونسيين في كل المناطق وتحقيق المطالب المشروعة للطبقات الهشة والفقراء والمحتجين متمئنا التونسيين بأن الدولة ستبذر قصر جهدها لتستجيب إلى مطالبهم الأساسية في الحياة ودعا إلى مقاومة الاحتكار مشددا على ضرورة إعادة النظر في القانون الجزائي وباعتبار من يستغلون أوضاع التونسيين ويحتكرون المواد الغذائية مجرم حرب يجب تسليط أشد العقوبات عليهم مهما كانت صيفاتهم تلعات جوية مشتركة ودوريات متواصلة يقوم بها الحرس الوطني مع الجيش الوطني لضمن تطبيق الحجر الصحي وحظر تجول الذين تم إقرارهما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد أمام انتشار فيروس كورونا نتابع تحلق مروحية بال 429 التابعة للوحدة الجوية للحرس الوطني على المدى الجوي لتونس الكبرى في طلعات جوية على مدار الساعة عدسة الكاميرا ترصد مع تاقم الطائرة مسحا كليا لكافة المرافق والأحياء صافرات الإنذار أعين ترقب تحركات المواطنين ومدى التزامهم بالحجر الصحي العام هنا التزام كلي بذع كيلومترات ليتغير المشهد تحدد المنطقة تبلغ قاعة العمليات للتدخل أفمر أفمر من صقر ثلاثة مجموعة من الشبين بيصدد لعب بيخورة على مستوى منطقة برنار ومن ثم تا يتم دعوة المواطنين لالتزام منازلهم امشي يروح شدارك امشي يروح شدارك نقوم بالتنسيق مع قاعة العمليات المركزية الحرس الوطني اللي هو ثم إخلال اللي توجه الوحدات تتابع مرشع نظر الحرس الوطني أو كان ثم حاجة تابع الأمن الوطني تتنسق مع الإدارة العامة للعمليات اللي تقوم كذلك بتوجيه الوحدات ست وطلعات جوية يومياً يتم فيها التنسيق بين جيش الطيران والحرس الوطني لإضمان حسن تطبيق الحجر الصحي العام وحظر التجول وتم التنسيق ما بين جيش الطيران وإدارة العامة للحرس الوطني بش الوحدة الجوية تأمن يومياً وعلى مدار الساعة دوريات جوية في تونس الكبرى لمراقبة حسن تنفيذ وتطبيق إجراء الحجر الصحي العام وحظر الجوالين من الجو إلى الأرض ترصد المعلومة إذن وتبلغ لتتحرك قوات الحرس الوطني في دوريات خاصة أو مشتركة مع الجيش والأمن الوطني وتتوجه إلى المناطق التي تجهد تجمعات أو أنشطة الناس الكل تشد ديارة لانتزاب الحجر الصحي الشامل يديكم في مسحتكم الجميع الناس الكل تشد ديارة مجهودات أمنية للحرس الوطني أسفرت عن تسجيل وحداته 456 مخالفة حجر صحية في الفترة الممتدة من الرابع والعشرين إلى الثلاثين من مارس الجاري تم غلق أكثر تقريبا من 150 مقهى وتسجيل 216 بين محاضر ومخالفات مالية ضد المخالفين الحجر هذيك كذلك عدنا إلى تقريبا أكثر من 400 نفر اللي تم الاحتفاظ به وتم إيقاف باعتبار اختراق حظر التجول إضافة إلى صحب تقريبا أكثر من 4500 رخصة سياقة وكذلك بطاقات رمادية وحاجز أكثر من 26 وسيلة ناقل دوريات برية وطلعات جوية يتكثف فيها عمل وحدات الحرس الوطني ومختلف الأسلاك الأمنية ضمن منظومات أمنيات وعملياتية وخدماتية مشتركة تتطلب وعيا ووحدة وطنية في مجابهة فيروس كورونا لتجاوز هذا الوضع وضمان سلامة كافة التونسيين جميع المواطنين اللي في الشارع يهديكم رو في مزل عدكم الناس الكل تشد ديارها قال رئيس الجمهورية قيس سعي تمتع 1420 محكوما عليهم بالعفو الخاص ما يبضي إلى سراحهم جميعا وهي قائمة إضافية للمساجين المنتفعين بالعفو الرئاسي الخاص في ظرف أقل من أسبوعين وأفادت رئاسة الجمهورية بأن ذلك جاء لدى استقبال رئيس الدولة بقصي قرطاج وزيرة العدل ثريا جريبي وأعضاء لجنة العفو وإطلعه على نتائج أعمال لجنة العفو التي نظرت في ملفات 2022 محكوما عليهم تناولت جلسة عمل وزرية اليوم ما صرت تنفيذ الإجراءات الاجتماعية المعلنة عنها للمساعدة على مواجهة تبعات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والمتعلقة خاصة بالمساعدات المالية والعينية اختصار أجل توزيع المساعدة المالية على مستحقها واحترام كل إجراءات الحجر الصحي الشامل في تنظيم عملية الصرف والتوزيع تجنبا لكل مظاهر الاكتظاظ والتجمهر والانتظار حفاظا على سلامة المواطنين هي من بين التوصية التي تم إقرارها وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة خلال جلسة عمل وزرية أشرف عليها رئيس الحكومة اليسر فخفاخ تمحورت حول مسار تنفيذ الإجراءات الاجتماعية المواجهة المعلن عنها للمساعدة على مواجهة تبعات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد والمتعلقة أساسا بالمساعدات المالية والعينية والإجراءات الخاصة بالمؤسسات والمهن التي اضطرت للبطالة الفنية وذكر البلاغ أن هذه المساعدات الاجتماعية المعلن عنها من قبل رئيس الحكومة ستشمل حاولي 900 ألف عائلة باعتمادات جملية قدرت بـ 150 مليون دينار كما تم رصد خط تمويلا بـ 300 مليون دينار لمرافقة المؤسسات وأصحاب المهن المحالين على البطالة الفنية بسبب تداعيات أزمة كورونا كما سيتم توفير 60 ألف طرد من المواد الغذائية يشرع في إيصالها إلى منازل المنتفعين بها انتلاقا من الجمعة الثالث من أفريل وإلى غاية موفى شهر رمضان المعظم ويشرف عليها الاتحاد التونسي للضمان الاجتماعي من جهة أخرى وبالتنسيق بين وزارة التربية والشؤون الاجتماعية والدفاع والداخلية تقرر فتح مدرسة إعدادية بكل معتمدية لقبول التبرعات من المواطنين وتأمين إيصالها إلى العائلات بالتعاون مع المجتمع المدني هذا وانطلق بداية من صباح اليوم صرف المساعدات الاجتماعية الاستثنائية والظرفية لفائدة العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل ضمن حزمة الإجراءات المعلنة للحد من تدعيات فيروس كورونا المستجد ووفقا للرزنام التي ضبطتها وزارة الشؤون الاجتماعية تنتفع اليوم بهذه المساعدات الاستثنائية العائلات المنتفعة ببرنامج العائلات المتكفلة بأطفال دون سند عائلية في إطار برنامج الإيداع العائلي والعائلات المتكفلة بكبار السن فاقدي السند العائلية في إطار برنامج الإيداع العائلي بقيمة 200 دينار لكل عائلة وذلك عن طريق حوالة بريدية وسيتواصل توزيع المساعدات التي تشمل فقط القائمات الاسمية المضبوطة لدى سلطة الإشراف على بقية الفئات تدريجيا حتى 6 من أفريل المقبل وذلك مسايرة لإجراءات الحجر الصحي الشامل واشتناب الاكتظاظ أمام مكاتب البريد أما المساعدات الاجتماعية الاستثنائية والظرفية المخصصة للعائلات محدودة الدخل المنتفعة ببطاقة علاج بالتعريفة المنخفضة فسيتم يوم السادس من أفريل أعلان رزنامة بداية صرف المساعدات لهم في بلاغ وزرية وبسبب ما فرضه فيروس كورونا من غلق للمجالات الجوية والبحرية والبرية بقي قرابة الألفين تونسي عالقين في عدة دول من العالم عملية إجلائها ما تمثل وفق مدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية معادلة معقدة لها عدة جوانب تفاصيل أكثر في الروبرتاج التالي عبر 138 رحلة جوية تم إجلاء حوالي 7500 تونسي غير مقيم في عدة دول عملية إجلاء يبقى تواصلها رهين عدة اعتبارات وفق ما أفاد مدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية هي معادلة تأخذ بعين الاعتبار الإمكانية المتاحة اللوجستية من تحذير سفرات إلى الخارج في البلدان القريبة وأين هناك مواطنين عالقين هناك بصفة فعلية المعادلة فيها جانب آخر وهي الحضر أو الصحي الذي فرض منذ ذلك الوقت على ذلك نأخذ بعين الاعتبار طاقة استيعاب مراكز إيواء التونسيين اللي يجب أن يخضعوا لفترة 14 يوم حوالي ألفين تونسي ما زالوا عالقين في عدة دول وتتطلب عملية إجلائهم صبرا وتفهما منهم وفق مدير عام الشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية ونطلب الصبر ونطلب الهدوء ومساعدة السلطات على القيام بدورها لأنها كم قلت لازم نأخذها من جميع جوانبها ليست عملية إجلاء فوري وكأن الأمر عادي إنما الأمر غير عادي إذا كان ثم إمكانية باش نوخروا إلى أسبوعين أو ثلاثة ريثما تتضح الأمور نحن لن نتأخر وبالتوازي مع السعي لإجلاء التونسيين العالقين بالخارج تسعى الوزارة بمختلف بعثاتها الديبلوماسية إلى حجد الدعم المالي للبلاد نتحرك على مستوى الاتحاد الأفريقي الذي وزع عديد المساعدات على مختلف الدول الأفريقية ومن بينها تونس هناك تحركات لدى الاتحاد الأوروبي تعرفون لي أنه تم صرف جزء كبير تقريبا 250 مليون أورو من الاعتمادات المخصة لتونس لكن تم صرفها بصفة سريعة إن شاء الله توصل قريب نفس الشيء مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني الكونجرس وافق على تخصيص قرابة مبلغ 250 مليون دولار بالنسبة لتونس السنوين هذا المبلغ هذا فما جزء منه جزء منه الاعتمادات هذه سيتم صرفها بصفة فورية نخدم مع منظمة الأمم المتحدة خاصة الممثلاتها في تونس لتوفير اعتمادات بما قيمة أكثر من 65 مليون دولار وهذا لإقتناء قايمة من المعدات وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد قامت بالتنسيق مع وزارة الصحة بتحديد الحاجية والمعدات اللازمة لتعزيز قدرة المنظومة الصحية على مجابهة فيروس كورونا معاذدة لمجهودات الدولة من أجل محاربة فيروس كورونا المستجد تم تركيز خلايا للإحاطة بالمواطنين ووضع أرقام خضراء لتعزيز وسائل الاتصال بهم والاستماع لمشاغلهم وتساؤلاتهم بشأن فيروس كورونا خلية الإحاطة النفسية من بين هذه المبادرات التي تم تركيزها بدعم من صاحب مركز نداء خاص حيث وضع مقره بكل تجهيزاته اللوجستية لإنجاح هذه الخلية ألو عسلمة مرحبا خلية الإحاطة النفسية رقم الأخضر لوزارة الصحة تجيب مريم الهمامي على اتصالات لأشخاص تسبب لهم وباء كورونا وبعض المسببات الحياتية الأخرى بضغط نفسي وهي واحدة من بين مجموعة تتكون من مئتي شخص من انخصائيين نفسانيين وأطباء وطلبة طب تطوعوا من أجل إزداء خدمات إحاطة نفسية أجلت اليوم في إطار خدمة تطوعية فيما يخص الوضعية التي نعيشها لذلك الصحة النفسية نتصورها لخطر الناس كلها تعيش في ضغط نفسي الناس كلها تعيش في خوف الناس كلها تعيش في قلق يتمثل هذا في برشة أعراض منها صعوبة في النوم وكل شيء وتستجيب خلية الإحاطة النفسية إلى الوضعية الاستثنائية التي تعيش على وقعها تونس كبقية دول العالم والتي أجبلت المواطنين على التزام الحجر الصحي الشامل وعدم التنقل إلى العيادات أو المستشفيات عنا طلبة متع الطب من الطوعين عملنا لهم تكوين سريع وباش يتعلموا كيفاش يعملوا الفرز في المكالمات أقل من 18 سنة يمشوا للطبيب نفسي للأطفال وإلا مختص نفسي للأطفال اللي أكثر من 18 سنة للكهول الطبيب أو إخصائي نفسي حسب الأعراض اللي يقدمها وحسب التاريخ متاعه واليزنتيسدان إذا كانوا قبل عدا عن طبيب نفسين إذا كانوا يأخذوا فيه دواق بل إذا كانوا الأعراض أعراض قلقتوا برشا نوجهوه للطبيب نفسي إذا كانوا تقلق ويحب يحكي مع أخصائي نفسي نفسين بشعتيهنا سائح نعديه الأخصائي نفسي فيروس كورونا المستجد دخل بعض البيوت وأصاب بعض الأشخاص لكن الخوف منه تمكن وفقا للخبراء من إصابة كل الأشخاص تقريبا ولو بنسب متفاوتة مع تفاقم الوباء تتفاقم الآثار النفسية الناجمة عن الخوف من العدوى ويزداد الضغط النفسي بفعل إجراءات الوقاية متمثلة في الحجر المنزلي وتغير بعض السلوكيات ونمط الحياة وباعتبار أن نجاح عمل الخلية يحتاج إلى إمكانيات لوجستية متطورة وضع المدير العام لمركز نداء خاص أسامة الشهبي على ذمة وزارة الصحة المركز بكل تجهيزاته كل شيء يتعادى رقمين توتي ديجيتال حتى شيء بالوراق حتى الاتصالات بيننا نحن وبين وزارة الصحة يتعادى وديريكتمو على الجنمانير الانتليجان ما حمي من اللي نهزو عليه التليفون حتى ليني يعلق المعلومات الكل على ذمة وزارة الصحة وكان على ذمة وزارة الصحة وتعمل خلية الإحاطة النفسية كامل الأسبوع وعلى مداري 12 ساعة في اليوم انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا تعمل لتعاضد مجهود الدولة في مجابهة هذا الفيروس وحتى لا يتجاوز هذا الوباء الأنفس إلى النفسيات مثل الوضع العام بالبلاد والمستجدات المتعلقة بوباء كورونا محور اللقاء الذي جمع صباح اليوم رئيس مجلس نواب شعب راشد الغنوشي بالأمين العام للاتحاد العام تنسي للشغل نوردين الطبوبي الذي أكد خلال هذا اللقاء ضرورة الضرب على أياد المحتكرين والعناية بالفئات المفقرة والمهمشة والتسريع بالمساعدات الاجتماعية مع تأكيد أهمية التضامن والوحدة الوطنية في مثل هذه المرحلة كل ربي يصرنا فمتني من هذا الوباء ومنجم نجح فيه إلا بالوقاية والوقاية والحجز الصحي منجمه كذلك نجسموه اللي باش نعتنيه بالفئات المفقرة والمهمشة وكذلك في حاجة لتوفير كل مستلزمات الحياة الضرورية اللي هي في نقص كبير برشة ولابد من ضرب على أياد العبيتين بقوة الشعب والمحتكرين البعض منهم لأنه تم وطنيين ناس صدقين ما ننزمناش نعمهم وكذلك الوضع اليوم اللي عنا لابد من التسريع بكل المساعدات الاجتماعية بالفعلية حتى نتدارك منها عديد النقاص عادت تسويق الجملة اليوم لسلف نشاطها كامل أيام الأسبوع عدا يوم الراحة بكامل ترهب البلاد كاميرا الأخبار تابعت تزويد سوق الجملة ببيرة القصعة وبحث في آليات تعديل السوق يعج اليوم بالضجيش والباعة على تخوم الدكاكين في صفوف ممدودة يبسطون غلالهم وخضارهم المتبعينة أشد التباين في الشكول والألوان سوق الجملة ببير القصعة أضخم أسواق الجملة في البلاد ازدحم صباح اليوم بالعباد في وقت يتفش فيه فيروس كورونا في البلاد المعتبر في مثل هذه الحالات من الأفضاد وخصوصا بعد سناف العمل بالسوق طوال أيام الأسبوع عدا يوم الراحة التقليدية الإجراءات الوقائية التي تأخذ فيها كونه تعقم السوق يوميا يوميا يتم تعقيم السوق البير حبرك شركة شمعية وقمنا بتعقيم السوق بالمواد التعقيم اللازمة المجهودات هذه التي نقوم بها تعتبرها نسبيا تحمي نسبيا من أجموش نقولوا راهي حماية مية في المية نحن مطالبين باش نزود السوق ومطالبين باش نحافظوا لصحة الناس وهذا يمشوه معنا متناقضات في الموضوع هذا يلزم نبحثه على النقطة الوسط اللي تسمح بتزويد السوق بشكل عادي الحال الوسط هو استمرار تزويد السوق هذه مسألة أساسية مع رفع من إمكانياتنا في الحماية من خلال كل الأليات الموجودة وبعد اتخاذ القرار بالسناف عمل السوق وردت على بير القصعة كميات هامة من الخضر والغلال قدرت بأكثر من ألف ومائة طن من الخضر وقرابة الأربعمائة طن من الغلال وقرابة ثلاثين طن من الأسماك مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار معناتها يعتبر تزويد عادي ومريح لكن في نفس الوقت لاحظنا معناتها الطلبات كبيرة اليوم وإقبال كبير على المنتوشات هذية بالتبيعة هذية يرهو يأثر سيدا على مستويات الأسعار أنت اليوم قلت لأسعار مرتفعة بنتيجة أنه يمكن الطلب زاد شوية على خطر السوق كان مسكر يمكن غدوة الأمور تتراجع باعتبار إمكانية التزويد ونتصور أنا بشي تتراجع إمكانية التزويد تكون أكثر والناس ترتاح أكثر زادة لأنه أصبح السوق موجودة ربما يختلف الحال في قادم الأيام بارتفاع منسوب الوعي لدى رواد أسواق الجملة وترشيد تجمعاتهم خصوصا وأن السوق تبقى مفتوحة لساعات متأخرة من الصباح بالتواصل عن بعد استمرت لجنة النظام الداخلي بمجلس نواب الشعب اليوم في النظر في مشروع القانون المتعلق بالتفويذ لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم من خلال مناقشة مجالات التفويذ وكانت اللجنة صوتت أمس بأغلبية الأعضاء الحاضرين على تغيير عنوان مشروع القانون ليصبح مشروع قانون يتعلق بالتفويذ إلى رئيس الحكومة في إصدار مراسيم لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا كما تم التصويت بأغلبية الحاضرين في اللجنة على مقترح تعديل يتعلق بالتقليص في مدة التفويذ إلى شهر واحد عواضا عن شهرين كما جاء في مشروع القانون تولى رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي اليوم تنصيب النائب عن حزب قلب تونس عياض اللومي رئيسا للجنة المالية بالبرلمان بحضور أعضاء مكتب اللجنة وأكد الغنوشي بالمناسبة على ضرورة تسريع لجنة المالية فيما يعرض عليها من مشاريع قوانين بغاية الاستجابة لما تحتاجه الحكومة من تعبئة لمختلف الموارد المالية ولأليات ووسائل عاجلة للتعاطي مع مستجدات أزمة وباء كورونا وتدعيتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية على البلاد وشدد الغنوشي على أهمية لجنة المالية في مثل هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد لتجنب ما أمكن من انعكاسات سلبية على المالية العمومية والوضع الاقتصادي والمالي العام بالبلاد في أخبار رياضة أعلن لعبو نادي برشلون الإسباني وعلى رأسهم الأرجنطيني الليونال ميسي استعدادهم لخفض جزء كبير من رواتبهم بنسبة 70% حتى يتمكن موظف الفريق الكاتلوني من الحصول على أجورهم كاملة في ظل أزمة تفش فيروس كورونا المستجد النجم الأرجنطيني أكد أن الوقت حان لمساعدة الموظفين كي يحصلوا على رواتبهم كاملة طالما أن الوضع الحالي لم يتغير قرار نألق تجاوبا كبيرا من لعبي البارسا الذين خيروا إيجاد حلول حقيقية لمساعدة الفريق وكل من تأثر بهذا الوضع أكد الاتحاد الأوروبي لكورات القدم أنه سيناقش مصير مسابقة كأس ربيطة الأبطال هذا الموسم وكل المسابقات التي تم تعليقها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وذلك خلال مؤتمر سيعقد غدا الأربعة عن بعد حيث تم توجيه الدعوة إلى خمسة وخمسين اتحادا لمناقشة الخيارات المتاحة لإعادة جدولة محتملة للمباريات بالإضافة إلى مناقشة انتقالات وعقود اللاعبين بهذا وصلنا إلى ختم نشرتنا مشاهدين الكرام هذا تذكير بعنوينها اجتماع مجلس الأمن القومي بإشراف رئيس الجمهورية يقارر تمديد الحجر الصحي لمدة أسبوعين ارتفاع حصيلات المصابين بفيروس كورونا ووزارة الصحة تؤكد أن التطور في الوضع الوبائي يؤشر إلى اتشار المرض بسرعة بعدة مناطق سبعة مخابر محلية لصناعة الأدوية تبدي استعدادها لصناعة دواء كلوروكين ومخبر المستشفى الجميعي فرحة حشد بيسوسة يشرع في إجراء التحليل الخاصة بكورونا ونشير في الختم لأنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية شكرا على حصن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء